أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطابع الستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات إلى أفاق أرحب سواء على المستوى الثنائي أو من خلال ألية التعاون الثلاثي مع كبرس جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميسوتاكس وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أن الرئيس الوزراء اليوناني أتدى تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي وذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الصديقين مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة بمنطقتين شرق المتوسط والشرق الأوسط كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي البهودة المصرية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها في هذا الإطار أكدى الرئيس الوزراء اليوناني تقدير بلاده لدور المصري في الدفع نحو التهدئة حيث اتفق الجانبان على استمرار التشاور وتنصيق العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في الأقليم ترجمة نانسي قنقر